موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من شؤون الساعة الصدمة ربما هي التغيير الاقرب لمراقبين وصفوا نتائج الانتخابات الاوروبية الاخيرة التي صعدت بها الاحزاب اليمينية المتطرفة الى قيادة اوروبا خلال السنوات القادمة وربما جاءت هذه التغييرات السياسية في سابقة غير متوقعة كعقاب شعبي لقادة الاتحاد الاوروبي على سياساتهم الاقتصادية والنقدية التي لم تؤتي ثمارها الواقعية لكبح جماح الكسادي والعزمة المالية وسياسة التقشف وتراجع النمو الاقتصادي وغيرها من القضايا التي تأرجحت معها سياسات الاتحاد الاوروبي وبدأ يفقد معها قيمته المعنوية والمادية خصوصا مع تعالي الاصوات المطالبة بفضل الشراكة الاقتصادية في شؤون الساعة اليوم نناقش تداعيات صعود الاحزاب اليمينية على حساب الاحزاب الاشتراكية في هذه الانتخابات وذلك على مستقبل اوروبا السياسي وكذلك تأثير صعود اليمين المتطرف على اوضاع المهاجرين نرحب بضيوفنا عبر الاقمار الاصطناعية من باريس المحلل السياسي عيسى الايوبي ومن لندن المحلل السياسي الاستاذ محمد عايش ومن بروكسل الخبير في الشؤون الاوروبية الاستاذ حسين الوائلي ورحب بكم من جديد مشاهدين الكرام فاصل قصير نبدأ بعده الحوار اذا صعود الاحزاب اليمينية وتداعياتها السياسية والاقتصادية موضوع حلقة اليوم من شؤون الساعة وابدأ الحوار مع الاستاذ عيسى اليوبي المحلل السياسي من لندن استاذ عيسى من باريس استاذ عيسى يبدو ان احزاب اليمين والفاشية كما تقول الصحافة الاوروبية باتت تشق طريقها الى السلطة من جديد وان احزاب اليسار يعني لا بد ان تعاني اعراض ازمة كبيرة هل يمكن ان نشخص ازمة اليسار والاحزاب الاشتراكية عموما التي دفعت اليمين المتطرف لاكتساح الانتخابات في الواقع ان الازمة ازمة اوروبية يمين ويسار ووسط يعاني من ازمة عامة اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية حتى بالتأكيد في ظروف كظروف التي يعيشها العالم اليوم واوروبا بالتحديد لابد من نمو حالة عصابية في علم النفس هذه الحالة العصابية تظهر في وجهين وجه اول هو سقوط اقنعة اليسار والديمقراطية والحرية التي كانت حزاب اليسار الاوروبي عموما والفرنسي خاصة تنمو عليها ونمو حالة تطرف عامة في الاوساط الشعبية التي لم تحصل من الاتحاد الاوروبي او في ظنها انها لم تحصل من الاتحاد الاوروبي ما كانت ترجوه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فالاتحاد الاوروبي حتى الان لم يقدم لشعوبه اي شيء ظاهر وواضح الا النكبات النكبات الاقتصادية والنكبات السياسية الدولية اي هناك تراجع واضح للدور اوروبا ودور دولها وشعوبها في العالم ولم تحرر الاوروبيين من ربق الهيمنة الامريكية على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى المجتمع يعني انت تريد ان تقول لذلك لابد من وضع هذا الموضوع هذا ما حصل عفوا يعني عن المقاطعة ولكن انت تريد ان تقول انه نتيجة طبيعية لما عانت منه اوروبا خلال الفترة الماضية من نكبات اقتصادية وكما وصفتها بالتأكيد بالتأكيد هذه الحالة كانت زعماء الاوروبيين الذين في السلطة يكذبون على جمهورهم ويكذبون على شعوبهم ليبقوا في السلطة الان وفي هذا الظروف الحالي لم يعد يستطيع اي زعيم في العالم ان يكذب على شعبه ومن معروف ان اوروبا ديمقراطية تستطيع ان تحاسم قياداتها وما حصل اليوم لم يكن مفاجئة يعترفه جميع مراكز الدراسات وانا منهم ان هناك نمو شعبيا لحالات الرفض الاوروبي لم تتم معارجته لم تتم معارجة اي اسباب لهذا الصعود كما هو واضح لذلك سيحصده البرلمان الاوروبي بالرغم من انني لا اعتقد ان لهذا تأثير على السياسة الاوروبية لان اساسا البرلمان الاوروبي ليس له اي دور تقريري في السياسات الاوروبية الالصادية والاجتماعية والسياسية الدولية موضوع تأثير ذلك على السياسة الخارجية للتحاد الاوروبي سوف نتناوله في سياق هذه الحلقة استاذ محمد عايش من لندن اذا كان مفهوما ان نتيجة الانتخابات كانت بمثابة لطمة بالنسبة للاشتراكيين هي ايضا مثيرة للقلق بالنسبة للمواطن الاوروبي ما هو رأيك؟ يعني هناك حالة قلق عامة هذه بدت واضحة من امزجة الناخبين هناك حالة من الرعب تعيشها الاحزاب السياسية بالفعل في اوروبا بسبب هذا المزاج لكن انا بتقديري ان المشكلة او الان التخوف لهذا المزاج العام هو انه ينعكس على السياسات الداخلية او ينعكس على الاحزاب الحاكمة داخل المنطقة الاوروبية هذه الاحزاب الان بدأت تتسابق الاحزاب انا تحدث عن الاحزاب غير المتطرفة الموجودة اليوم في الحكم بدأت تتسابق على اجراءات اكثر تطرفا من الاحزاب التي فازت من اجل محاولة استرضاء الناخبين قبل حلول مواعيد الاستحقاقات الانتخابية وهذا لمسناه في بريطانيا بشكل واضح في اليوم التالي لتقدم حزب اليو كي اي بي كان تصريح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باننا سوف نضع مزيد القيود على الهجرة الى بريطانيا من اجل محاولة التغزل اذا جاءت التعبير بالناخب البريطاني الان ما هو اسباب موجة التطرف التي تشهدها اوروبا هناك موجة تطرف ملموسة في داخل اوروبا انا عشية الانتخابات لسه فرنسا وبريطانيا افضل حالا قبل انتخابات بيوم واحد كنت موجود في المانيا وشاهدت بعيني لافتات تدعو الى طرد العرب والمسلمين وتدعو الى طرد المهاجرين هذه بطبيعة الحال يمنعها القانون في بريطانيا واضن ان الحال كذلك في فرنسا لكن كانت موجودة في المانيا الان موجة التطرف التي تعيشها اوروبا لاحظ معي بان صعود اليمين متطرف كان في بريطانيا وفرنسا والمانيا والدنمارك وهذه الاربع دول الاغنى والاقتصادات الاكبر داخل اوروبا والسبب ان هذه الدول تشعر شعوبها بانها تدفع ضريبة وتدفع ثمن الازمة الاقتصادية التي يعيشها الاتحاد الاوروبي يعني كان السؤال الذي يدور على ألسنة الناس الناخبين في بريطانيا وفرنسا وتحديدا في فرنسا والمانيا أكثر من البريطانيين بالمناسبة كانوا يتساءلون لماذا ندفع ثمن الازمة التي يعيشها اليونانيون لماذا ندفع ثمن ديون سيادية لا تستطيع اليونان أن تفي بها وبالتالي يشعرون كان هناك شعور بان الاتحاد الاوروبي تحول الى عبء ولم يكن ميزة على هذه الشعوب أمام هذه المعطيات كان الملجأ والمفرر الوحيد بالنسبة لهم هو التطرف القومي حالة الرفض للاتحاد الاوروبي كشكل الاتحاد الاوروبي وللمهاجرين القادمين من الخارج ولكن أستاذ محمد عايش ما الذي يجعل هناك تفاوت في موجة التطرف بين دول أوروبا نلاحظ أن هناك موجات تطرف كما وصفتها هناك موجات حادة في ألمانيا وفي بعض الدول الأخرى بينما لا نجد ذلك كثيرا في بريطانيا بريطانيا أكثر تنوعا بريطانيا لأنها أكثر تنوعا كانت حدة التطرف القومي أقل لكن موجودة مع ذلك حزب اليوكي آي بي يسجل رقما تاريخيا حالة غير مسبوقة في تاريخ بريطانيا أن حزب ليس من الأحزاب الرئيسية ويحصل على أعلى أصوات هذه لم تحدث منذ مئة عام في بريطانيا ومع ذلك الموجة التطرف والتعصب في بريطانيا أقل من غيرها لأنها مجتمع فيه تنوع أكبر وتعددية ثقافية أكبر إذن هي وإن كانت متفاوتة بين دولة وأخرى ولكن موجة التطرف كما وصفتها بأنها عامة بالنسبة لأوروبا أستاذ حسين الوائلي من بروكسل كمراقب كيف تابعت انعكاسات الانتخابات على المهاجرين سواء الجاليات العربية والمسلمة ومواطنية الاتحاد الأوروبي من الدول التي انضمت إليه نتيجة توسعة الاتحاد الأوروبي طبعا بكل تأكيد بأنه الاتحاد الأوروبي كمؤسسة هو يضم جميع دول الأوروبية هذا أولا ما عدا نرويج وسويسرا أما بالنسبة إلى انعكاسها على الواقع العربي أو الجالية العربية بكل تأكيد بأن الجالية العربية على الأغلب هم انحازوا إلى الأحزاب الليبرالية والأحزاب الاشتراكية أي اليسارية وابتعدوا كثيرا بمسافة بعيدة جدا عن اليمين وعن اليمين المتطرف إذا تحدثنا عن فرنسا وكذلك بريطانيا وعن ألمانيا أعتقد بأنه الجالية العربية هي تحاول قدر الإمكان يعني الدخول تحت راية الاشتراكين لأنهم منذ زمن بعيد يحاولون قدر الإمكان الحماية والدخول في هذا التنوع الأوروبي المزيج الكبير جدا من العرب والسود والهنود وكذلك من أمريكا اللاتينية يضم جميع الأعراض تقريبا أعتقد هذا الانعكاس هو انعكاس ميجابي يعني تلقته الجالية العربية بالفترة الأخيرة والموجودة في وسط أوروبا أستاذ حسين يعني هنا في سؤال مهم هنا يعني اسمح لي على المقاطعة لماذا نجحت الجالية العربية في هذه الدول بهذا الوضع ولم تنجح في دول أخرى لأنه أولا يجب النظر إلى نسبة حضور أو تواجد الجالية العربية في دول يعني مثلا على سبيل المثال لدينا هنا في بلجك المملكة البلجكية ما يقارب 750 ألف عربي هم من الجالية المغاربية وكذلك هناك جالية عربية يعني تقريبا من الشرق الأوسط أما بالنسبة إلى بعض الدول مثلا على سبيل المثال الدنمارك هو ليس بحجمه وأيضا بلد صغير نسبيا تقريبا فالنسب بين الحضور العربي تتفوت بين دولة ودولة هناك تقريبا 6 مليون عربي من أصول جزائرية مغاربية مغاربية عربية في فرنسا فأعتقد هذه النسبة هذه الكثافة تشكل أيضا يعني ثقلا صوتيا إن صح التعبير على المجمل الانتخاب الموجود في فرنسا وكذلك في باقي الدول في بريطانيا أيضا كذلك هناك يتجاوز أكثر من المنينون مليون أو ثلاث ملايين شخص موجود في بريطانيا تقريبا بالنسبة لجالية بعض الدول وليست جالية بشكل كامل نعم يعني لو عدنا إلى سؤالي السيد حسين عن انعكاسات الانتخابات على المهاجرين هؤلاء سواء كانت جالية عربية أو غيرها من الجاليات في هذه الدول بكل تأكيد بأن هناك انعكاسات سلبية وهناك عدم تفاؤل بصعود اليمين المتطرف سواء في فرنسا أو بريطانيا لأن صعود اليمين المتطرف هو بكل تأكيد سيأتي إلى العصمة الأوروبية وهي بروكسل تحديدا في البرلمان الأوروبي هناك قرارات مصيرية تتخذ وأنا طبعا أخالف رأي الأستاذ الأيوبي من باريس بأنه يعني البرلمان الأوروبي له قرارات مهمة جدا خصوصا فيما يتعلق المصير الأوروبي أو الوحدة الأوروبية فمن الصعب جدا بأنه يعني هناك قرارات متعلقة مثلا إذا تحدثنا اقتصاديا في البنك المركز الأوروبي لو سمحت لي البنك المركز الأوروبي عندما سد الثغرات في اليونان سدت في بروكسل يعني في قرار من البرلمان وكذلك قرار الاتحاد الأوروبي بتنفيذ 113 مليار يورو بسد الديون السيادية المتعرفة في اليونان هذا معنى أنه القرارات أساسية هنا في بروكسل ووضحت الفكرة سيدة حسين سيد محمد عايش من لندن يعني بنهاية الانتخابات اكتشفت أوروبا أن نسبة كبيرة من الأصوات ذهبت لصالح الساسة الذين صرحوا بتعهدات بإغلاق الحدود إعادة المهاجرين أو حتى تفكيك الاتحاد الأوروبي برمته يعني ما هي الدوافع التي أدت إلى تغيير المزاج الأوروبي وحملته على التفكير حتى في التخلي عن حلم أوروبا الموحدة بتفكيك الاتحاد الأوروبي نفسه يعني أنا أعتقد أن هناك خلال بنيوي في الاتحاد الأوروبي دفع إلى تقييم أو دفع الكثيرين إلى تقييم هذه التجربة بأنها تجربة فاشلة أولا تعاطي الاتحاد الأوروبي مع الأزمة الاقتصادية تحديدا في اليونان وإسبانيا وإيرلندا كانت تعاطي بائس وضعيف وكانت تجاوب سواء صندوق الإنقاذ الأوروبي أو المركز الأوروبي والقرارات التي يقوم باتخاذها وبالتالي كانت الآليات التي تم اتخاذها خاصة بالمقارنة مع آليات الإنقاذ أو آليات علاج الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة كانت آليات الإنقاذ في الاتحاد الأوروبي آليات عقيمة وآليات بطيئة وآليات يشوبها الكثير من الخلل هذا كان أحد الأسباب الأزمة تعمقت المسألة الأخرى أن هناك دول انضمت إلى الاتحاد الأوروبي أصبح يقال بأن كل من هب ودب يدخل في الاتحاد الأوروبي دخلت دول ليست ندا للأعضاء الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي وتحديدا أنا أتحدث عن السنوات الخمسة الأخيرة بريطانيا تدفق عليها أكثر من خمسة ملايين بولندي والكارثة التي تتحدث عنها الصحافة البريطانية أنه لا يوجد لدى الحكومة البريطانية أصلا آليات لإحصاء أعداد المهاجرين لك أن تتخيل أن هناك أعداد هائلة أمواج بشرية تتدفق من الاتحاد الأوروبي على بريطانيا دون تأشيرات ودون أي قيود وليس هذا فحسب بل لا يوجد أصلا إحصاءات لذلك المسألة الثانية أن يأتي الأوروبيون من الدول الفقيرة التي انضمت مؤخرا يأتون إلى الدول الغنية أتحدث عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومن ثم يبدأون بتقاضي الإعانات الحكومية التي يفترض أن يتم تقديمها للمواطني هذه الدول أعود إلى سؤالي مرة أخرى الدوافع الذي أدت إلى تغيير المزاج الأوروبي وحملته على التفكير حتى عن التخلي عن أوروبا موحدة يعني أن بعد هذه السنوات كان هناك شعور عام خلاصة التجربة لهذه السنوات أن شعور عام تولد لدى المواطن الأوروبي وتحديدا في الدول الغنية والاقتصادات الكبرى الشعور العام الذي تولد هو أننا نتحمل أعباء الآخرين وأننا تضررنا من هذا الاتحاد الأوروبي ولسوء الحظ ربما جاءت الأزمة الاقتصادية سواء الأزمة العالمية التي بدأت في 2008 أو أزمة الديون السيادية التي اندلعت في أوروبا في 2010 جاءت هتين الأزمتين ففاقمت الأوضاع الاقتصادية في المنطقة الأوروبية عموما المواطن العادي لا يفهم أن هذه أزمة اقتصادية وألمت بكل العالم حتى الهند والبرازيل والصين عانت منها ومن تالي كان الشعور بأن هناك فشل لهذا الاتحاد الأوروبي ونتيجة يعني أنا أريد أن أسأل أستاذ عيسى الأيوب عن نتائج هذا الفشل الذي ذكرته أستاذ محمد عايش من لندن أستاذ عيسى كيف تؤثر النتائج المخيبة للمؤيدي للاتحاد الأوروبي على إعادة تقييم سياسات الاتحاد خاصة وأن الدعوة لإجراء إصلاحات قد تشمل إجراءات وتركيز أقل على سياسات التقشف الاقتصادي واتخاذ التدابير لتعزيز النمو وإيجاد فرص عمل وكلها كانت في صلب مخاوف الناخبين بالتأكيد هذه الصفعة التي تلقاها القيادة التقييدية في أوروبا أي الوسطيين واليسار واليمين الوسطي عامة لابد أن يكون لها تأثير داخل هذه الأحزاب وداخل بناها الفكرية ومخططاتها لإنقاذ نفسها من نمو حالات متطرفة في أوروبا قد لا تصل في المرحلة المقبلة القريبة إلى السلطة ولكنها ستبقى معارضة بناء لبناء أفكار جديدة في أوروبا أفكار خلاقة في أوروبا بنية سياسية جديدة في أوروبا بغض النظر عن الانقسامات الأجيولوجية فأوروبا الجديدة الحديثة يجب أن تحكم بطريقة مختلفة عما كانت عليه قبل بوتين ولذلك أقول بوتين لأن بوتين لعب دورا أساسيا في تغيير المزاج الأوروبي بينما كان بوتين يواجه الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية كانت أوروبا تخضع لها هذا الشيء رأاه الأوروبيون بصورة مختلفة أي أنهم يريدون حكومات أوروبية وبرلمان أوروبي ومفوضية أوروبية قوية تستطيع أن تواجه لا أن تكون في عمومها توابع للإدارة الأمريكية التي ما زالت حتى اليوم تتحكم في الاقتصاد وفي السياسة وبالتالي تترك الأمور المشكلات الداخلية الأوروبية تعاني منها أوروبا في الداخل لا تساعد الأوروبيين على حلها هي لم تساعد الأوروبيين على حل مشكلة اليونان هي لم تساعد الأوروبيين على حل مشكلة نمو التطرف الداخلي العنصري والقومي هي لم تساعد الأوروبيين بشيء بينما بقيت الإدارة الأمريكية تطلب من الأوروبيين مساعدتها في كل مشاريعها في العالم بوتين لعب دورا في إعادة إيقاظ الحالة الأوروبية. وهذا نرى أن جميع الذين انتصروا في الانتخابات الأخيرة هم أصدقاء بوتين. هم أصدقاء للروسيا الجديدة. لذلك لابد من أن تكون أوروبا أو القائلات الأوروبية على وعي لهذه الحالة التي ليست قليلة. فالنزاع على أوروبا قائم. وبالتالي أما أن تكون أوروبا موحدة وقادرة على أن تلبطوا محاط شعوبها أو أن تكون أوروبا خاضعة لإحدى القواتين الصعيدتين في عالم. ولكن أستاذ عيسى هل نستطيع القول أن الحكومات الأوروبية فعلا استوعبت هذه الرغبة الشعبية؟ بالتأكيد. ما لاحظناها بالتحديد في فرنسا وفي ألمانيا أن هناك حالة استيعاب وأن الأحزاب الأساسية خسرت الانتخابات في فرنسا أي اليسار الاشتراكي واليمين المحافظ الوسطي الدقولي عموما قد وضعوا وهذا ليس سرا خليات عمل لإعادة صياغات مشاريعهم وطرحها على جمهورهم وتنفيذها لأنها ثمت مشاريع كثيرة حتى ملكن نفسها حتى ملكن نفسها في تصليحات أخيرة ضمنية قالت أن علينا أن نراجع بأجنداتنا السياسية والاقتصادية لنكون فعلا على قدر من طموحات شعوبنا في هذه النقطة أذهب للأستاذ حسين الوائلي في بروكسل أستاذ حسين يعني إلى أي مدى يمكن أن نقارن بين مسؤولية الأزمة المالية في نجاح اليمين المتطرف وبين تصاعد يعني مستويات سياسات الكراهية إذا صح التعبير العنصرية التي يتبعها اليمين المتطرف في أوروبا طبعا بكل تأكيد بأنه ربما يعني هذان العنصران مرتبطان مع بعضهم البعض يعني معنى أنه الكراهية وصلت إلى حد لا يطاق هنا تحديدا في أوروبا خصوصا بالنسبة للعرب وبنسبة للمسلمين تحديدا هذا العنصر الأول العنصر الثاني هو ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية وربما هو هذا أيضا عنصر مهم جدا ولكن العنصر الثالث هو الارتباط بالهوية أي بمعنى أنه الأحزاب الوطنية هي لا تستطيع أن تعطي لافتة واضحة أو يعني تقول بأنه هناك العودة إلى الهوية ولكن هناك تقول بأنه القومية هي أساس والمنطلق بالنسبة إلى العنصر الأوروبي اتجاه مستقبل واحد هذه مسألة مسألة أخرى والمهمة أيضا جدا هناك نزعة انفصالية عند بعض الأحزاب القومية أو المتطرفة أو اليمينية صح تعبير فأعتقد بأنه هذه العنصر كيف ذلك أستاذ حسين كيف ذلك يمكن أن تدلل لهذه النزعة الانفصالية التي ذكرتها بكل تأكيد هذه النزعة متواجدة في جينات الأحزاب اليمينية ولكن على سبيل المثال عندما أرادت ماري لوبين هي في البرلمان الأوروبي أن تجمع مجموعة والبرلمان الأوروبي مكون من مجموعات سياسية هي وصلت إلى 38 مقعد ولكن طالبت بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة خصوصا من الدنمرك ومن السوات وهم قالوا بأنه ليس لنا يعني الشرف الكبير جدا بأن ننضم لهذه المجموعات لأنه هذه المجموعات في جيناتها هي أيضا رافضة للسامية يعني بمعنى آخر الديانات السماوية بأجمع المسيحية والإسلامية واليهودية كذلك أي بمعنى بأنه هذه النزعة الانفصالية عن الحالة الأوروبية نفسها أي بمعنى يريدون تحديدا بأنه البقاء ضمن بقعة جغرافية أو نطاق جغرافي موحد سواء في فرنسا سواء في ألمانيا أو ربما أنا في ألمانيا أشهد بأنه الموقف يتغير ليس كما هو في فرنسا في ألمانيا هو حزب أنجيلا ميركل هو من تقدمه هو من حصد الأصوات بأجمعها هذا يعني خلاف لما يحدث الآن خصوصا في أوروبا أو نمسا أو هولندا أو كذلك في فرنسا فتحديدا بمعنى هذه المعطيات تعطي معطى واحد وهو السيطرة والهيمنة على كراسي البرلمان الأوروبي ولكن من الصعب حتى اللحظة لأنه لم يكونوا مجموعة واحدة يقود أو يتماشى مع الواقع في أروقة البرلمان الأوروبي نعم نزعة انفصالية عن الروح الأوروبية كما وصفها أستاذ حسين وائلي من بروكسل أستاذ محمد عايش من لندن يعني ما هي الرسالة القوية التي بعث بها الناخبون الأوروبيون في ظل ما أظهرته نتاج الانتخابات الأوروبية من مزيج من الاستمرارية والتغيير على النحو الذي يبدو عليه المشهد الانتخابي الأوروبي فوز اليمين وصعوده لكن ليس انهيار للتركيبة السياسية داخل البرلمان الأوروبي يعني أنا أعتقد بأن الرسالة التي يجب أن تقرأ من هذه الانتخابات أو يجب أن يقرأها الساسة الأوروبيون من هذه الانتخابات أن هناك مجموعة أو جملة من الإصلاحات يجب اتخاذها فيما يتعلق في الاتحاد الأوروبي برمته يعني مؤسسات الاتحاد الأوروبي ربما لم تعد قادرة على تلبية طموح الأوروبيين أيضا السياسات التقشف الاقتصادي وهذا على الصعيد الوطني على الصعيد كل دولة على حدفة سياسات التقشف الاقتصادي التي أقرتها الحكومات في هذه الدول يبدو أنها أيضا غير مرضية للمواطنين وبالتالي الآن مع عودة التعافي الاقتصادي عليهم أن يسارعوا في عودة الإنفاق والتراجع عن حالة التقشف لأن المواطن العادي لا يفهم يعني في بريطانيا نجحت بالمناسبة السياسة المالية للوزير جورج أوزبورن ونجحت سياسة التقشف الاقتصادي في إنقاذ الاقتصاد البريطاني لكن المواطن العادي في الشارع لا يفهم ذلك المواطن العادي في الشارع كان يتقاضى مثلا مساعدات من الحكومة الفقراء أتحدث يتقاضى مساعدات مالية مثلا لأطفاله الآن تم تقليص هذه المساعدات فهو ناقم على هذه الحكومة ولا يفهم المحافظين وعمال وغيرهم يعني وبالتالي هو مثلا في بريطانيا كان قبل أربع سنوات كان حزب العمال أراد البريطانيون التغيير فأتوا بالمحافظين لأول مرة بعد 12 عاما من حكم العمال الآن المحافظين أيضا ربما لم ينجحوا في تحقيق آمال وطموحات الشارع أو الرجل الناخب العادي فالآن يبحث عن بدائل أخرى البدائل المتوفرة أمامه هو هذا اليمين المتطرف وبالتالي أنا أظن بأن الرسالة التي على كل ساسة أوروبا أن يقرأها هو أن عليهم البدء أو المباشرة فورا في عملية إصلاح للإتحاد الأوروبي عملية إعادة نظر في شروط الانضمام للإتحاد الأوروبي إعادة نظر في كيفية عمل صندوق الإنقاذ الأوروبي كيفية عمل البنك المركزي الأوروبي وأيضا على الصعيدة الوطن عليهم العودة عن سياسات التقشف ما لم تكن ضرورة قصوى وبالتحديد أو بشكل خاص نتحدث عن فرنسا وبريطانيا طيب ما عدا ذلك فالمزاج العام يتجه نحو التغيير خلال السنوات المقبلة وبالمناسبة أنا أكثر ما أخطر ما في نتائج انتخابات الأوروبية أنها سوف تنعكس على الانتخابات الداخلية إذا استمر الوضع على حاله في بريطانيا ففي الانتخابات العامة في 2015 سوف تتغير الحكومة وتتغير الخارطة السياسية وفي فرنسا في 2017 وسوف يتغير كل شيء وبالتالي هذا أخطر هذا مؤشر قياس للرأي العام وهذا أخطر ما في نتائج الانتخابات للتحاد الأوروبي كيف يمكن إعادة تعبئة الجاليات للدفاع عن مكاسبها في أوروبا كمواطنين ومهاجرين أسمع الإجابة من الأستاذ عيسى الأيوبي من باريس ولكن بعد فاصلا قصير ترجمة نانسي قنقر في أوروبا المشكلة المشكلة أنتو اللي ماخذين الحياة باستهتار ولا مبالاة أكيد تجد عينك على وحدة لا بصراحة أيوة يا ولدي إيش صاير لماذا نستوي وأبوك لماذا نشلو الشردة لا يكون هذا صرق أكيد أكيد قدل حزبكم صراحة صراحة التحاتب صارت صعبة ولازم تتعالج أتعالج من موم من مرض النسيال أقول إيش توسح إيش أنا متزود ما أكون أنا هلال إذا ما وقفتك عند حدك مثل ما وقفت أميت موسيقى أشوف خير أحمد كثيرا عن الناس لا يكون ما ويستوشي في الحارب بأخذ حجة منك يعني بأخذ حجة منك ولا يريد عليك بكلمة الماء الأصيلة ينتقل بالبيع والشراء وبالوث المخطوق يصنفه في الجانب الفقهي اللغوي كان يحضر حفلات المدرسة السنوية على ترى أنه فعلا يحتاج أن الشخص اللي يديره المهمة مثل هذه يكون عنده دراية جيدة بالميراد الوثائق اللي بنستعرضها لكل وثيقة الشهور يكون في وصل بين تاريخ عمان وتاريخ العالم اللغة 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 الساعة. صعود الأحزاب اليمئينية الأوروبية. وتداعياتها السياسية والاقتصادية. موضوع حلقة اليوم من شؤون الساعة. أرحب أيضا من جديد بضيوفي الأستاذ عيسى الأيوبي المحلل السياسي من باريس. الأستاذ محمد عايش من لندن. والأستاذ حسين الوائلي الخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل. أستاذ حسين الوائلي. يعني كنت قد سألتك. عفوا. الأستاذ عيسى الأيوبي من باريس. كنت قد سألتك قبل الفاصل. يعني هددت الأحزاب اليمينية كما نرى في فرنسا من خلال موقف رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبيان. التي أطاحت بالحزب الاشتراكي الفرنسي. أنها ستستقدم نجاحها الانتخابي للدفاع عن فرنسا. ومحاربة الإجراءات المجنونة مثل تصويت المهاجرين. إلى أي مدى تمثل الكتلة التصويتية للجاليات المهاجرة. ومنها الجالية المسلمة الكبيرة. بالمقارنة لجاليات أخرى مقاوف هذه الأحزاب. وكيف يمكن إعادة أيضا التعبئة هذه الجاليات للدفاع عن مكاسبها في أوروبا. تأكيد نعلم تماما أن 10% من الناخبين الفرنسيين هم من المسلمين والعرب. وهو أكبر عدد أكبر نسبة ناخبين في العالم من الأجانب أو من الذين لا ينتمون إلى بلدان التي عيشونا فيها. بينما تبلغ نسبة الإسرائيليين اليهود 500 ألف يعني 1% من الناخبين في فرنسا. والحديث عن العداء الإسلامية ليس كما قال الزميل من بلجيكا. هو حديث عن العداء لليهود وليس للعرب. لأن حتى في القانون الفرنسي أو قانون جيسو لم يلحظ العرب من بين الذين يعتبرون ضخايا للعداء الإسلامية في المحاكم والقضاء الفرنسي. نعم. بينما يحسن فقط اليهود الإسرائيليين أنهم هم الإسلاميون وأي اعتداء عليهم تحاكم ضمن إطار قوانين العداء الإسلامية. طيب. 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 أستاذ عيسى ممكن ناخذ الموضوع بشكل عام يعني من فضلك. انتصال ماريو لوبان تفضل. نعم نعم نعم. هذه الجالية العربية والإسلامية بشكل عشر من مئة من الناخبين لم تكن يوما فاعلة في الانتخابات لا المحلية ولا البلدية ولا الرئاسية ولا البرلمانية الفرنسية. بل كانت دائما مقودة وفق اعتبارات كثيرة منها الأزمات العربية نفسها. منها العلاقات الدول العربية مع القيادات الفرنسية. ما زالت هذه الجالية تابعة في قراراتها الانتخابية الداخلية ومشاركتها السياسية لعاملين اثنين. العامل الأول هو مصالح أفرادها داخل المجتمع الفرنسي. أي كما قال زميله من لندن المساعدات التي تقدمها والمعروف أن اليسار الفرنسي هو أكثر دولة أو أكثر حزب يقدم مساعدات للمواطنين ضمن إطار مفهومه للاشتراكية. والثانية هم ولاءهم بوليهم الأصلية التي جاءوا منها واعتبراتهم السياسية. أنا لا أستغرب إطلاقا الإحصائيات التي تدلت أن مارين لوبان قد حصلت على ما يقارب 3% من الناخبين العرب والمسلمين وهي التي تدعو لطرد المهاجرين. لذلك أعتقد وذلك الاعتبارات سياسية خارجية وليس الاعتبارات مصالح داخلية في فرنسا أو غيرها. أن المشكلة الكبيرة في الجالية العربية والمسلمة سواء في لندن أو في باريس سواء في بريطانيا أو في فرنسا أو في ألمانيا أو في بلجيكا أو في أي دولة عربية هو عدم المشاركة السياسية لأبناء الجالية بفاعلية في الحياة السياسية الفرنسية. المطلوب من هذه الجالية أن تعتبر نفسها أنها جزء من هذا المجتمع ومن هذه السياسة ومن هذا الاقتصاد ومن هذه الثقافة لتستطيع أن تغير في الوحوظ. وإن سيبقى هناك تشلع داخل هذه الجالية. نعم أستاذ عيسى دعني أسألك ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي حافظت على مكان حزبها اليميني المحافظ في الانتخابات. إلى أي مدى يمكن أن يكون عليها التقارب الألماني الفرنسي بعد وصول اليمين الفرنسي المتطرف إلى صدارة المشهد الفرنسي في ضوء إعلان المستشار الألماني أنجيلا ميركل التي ينتمي حزبها إلى يمين الوسط دعمها لفرنسا ولرئيس أولاند الذي خسر حزبه الانتخابات. إلى أي مدى يمكن ذلك؟ نعم بالتأكيد أن أوروبا قامت على محوار برلين باريس. كل أوروبا قامت عليها وليست لندن. لندن تابعة ولندن انضمت مؤخرا إلى بعض مؤسسات الانتحاد الأوروبي بدليل أن اليورو واشنجن لم تنضم إليهم بريطانيا. أوروبا قائمة اليوم على دولتين أساسيتين هما ألمانيا وفرنسا. أي خلل في العلاقة ما بين الدولتين هناك خلل في أوروبا. وهذا واضح تماما أنه عندما حصل الخلل ما بين ميركل وهولاند في بداية كل أوروبا. فهذا التقارب ليس نتيجة للانتخابات التي حصلت. ميركل وحزبها وحلفائها في الأحزاب الأخرى قادرون على استيعاب الصدمة الأوروبية وصدمة الانتخابات. من لسه قادر على استيعابها هو السلطة في فرنسا هو الحزب الاشتراكي في فرنسا الذي كان الخاصر الأكبر فيما حصل. لذلك لابد لميركل أن تساعد فرنسا ولكن كيف تستطيع ميركل أن تساعد فرنسا ما لا تستطيع فرنسا أن تعيد النظر بسياستها الأوروبية ومفهومها لأوروبا. أي أن يستعيد هولاند ماذا يعتعني له أوروبا. وهل يستطيع هولاند وصاعدا أن يتدخل في الشؤون الخارجية ويورد فرنسا وأوروبا في حروب هي بغنى عنها. هذا ظهر واضح في ليبيا وظهر واضح في أفريقيا وكما يظهر اليوم في سوريا. لذلك تساعده وإلا لن تستطيع ميركل ولا أوباما ولا أحد في العالم أن يساعد فرنسا. واضح أستاذ عيسى. أستاذ حسين الوائلي المعركة الفاصلة التي يتحدث عنها الأستاذ من باريس الأستاذ الأيوبي. المعركة الفاصلة في سيطرة اليمين المتطرف على الاتحاد الأوروبي هو الفوز برئاسة المفوضية الأوروبية ذراع التنفيذي للاتحاد. ما هي أبعاد هذه المعركة السياسية خاصة وأن التعديلات الجديدة للبرلمان تنص على أخذ نتائج الانتخابات الأوروبية في عين الاعتبار. من المتوقع أن يشكل حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي ليمين الوسط أكبر مجموعة السياسية في البرلمان. ومرشحه هو رئيس وزراء الكسونبورغ السابق جان كلود. هو يثير جدلا كبيرا في ظل رفضه كشخصية متطرفة. طبعا بكل تأكيد ما طرحته هو موجود حاليا على أرض الواقع. لكن من الصعب جدا حتى الآن السيطرة لأن هناك مجموعات غير يمينية متوجدة في المجموعة السياسية. أقصد مؤتلفة من قبل أحزاب من اليمين المتوسط من أحزاب اشتراكية من أحزاب أيضا هي محافظة ليس لديها الرغبة بالانضمام إلى مجموعة اليمين المتطرفة التي تقودها حاليا فلتس خيرة المتطرف الهولندي وكذلك ماري لوبين بس القضية الأساسية بالموضوع أنه الآن جاني كلود يونكر هو رئيس وزراء الليكسونبورغ السابق هو يحاول قدر الإمكان السيطرة على هذا الكرسي هو كرسي المنفضية الأوروبية لكن هناك معارضة بريطانية يعني فقط معارضة بريطانية إذا تم القبول بهذه موافقة بريطانيا تحديدا سيكون هو المرشح الأقوى بالنسبة إلى هذا المقعد ولكن إلى أي مدى يمكن ذلك يا سيد فسين هو سؤال بالتحديد نعم لأن هناك تحديدا سأجيب لأن هناك رغبة ألمانية فرنسية بتولي يونكر بأنه يكون هو رئيس المفوضية الأوروبية لأنه شخصية أوروبية مرنة وكذلك شخصية اقتصادية بنفس الوقت وكذلك سياسية أيضا مرحب بها من قبل جميع الدول الأوروبية التي كانت تجتمع هنا تحت مظلة الاتحاد الأوروبي بمعنى أنه لديه أرضية صلبة بالنسبة إلى أنصحة تعبير هذه الأرضية الأوروبية ولكن المعارضة الوحيدة التي تقف أمام يونكر هي المعارضة البريطانية في حال إذا تمت الموافقة البريطانية فسيكون هو المرشح الأقوى والأقوى من ذلك أنه هناك مرشح آخر يعني هو مرشح مسلم يسمى سجاد كريم هو من أصول بريطانية هو بريطاني قبل يومين تحديدا هذه المعلومة حصلت عليها شخصيا هو مرشح لرئاسة البرلمان الأوروبي تحديدا من قبل حزب المحافظين وكذلك حزب الليبراليين المتواجدين في داخل البرلمان الأوروبي وأول مرة بأنه سيكون هناك مسلم إذا تم الموافقة عليه بأن يكون رئيسا لأنه كان مسؤول عن التنوع وعن الديانات الأساسية في أنوقات البرلمان الأوروبي أستاذ محمد عايش من لندن يعني مباشرة كيف نقرأ نتائج الانتخابات على وحدة وتماسك منطقة اليورو الموحدة يعني أنا لا أعتقد بأنه وصلنا إلى مرحلة نستطيع القول فيها أننا قلقون على وحدة منطقة الأوروبية أو وحدة الاتحاد الأوروبي وتماسك الاتحاد الأوروبي نعم هناك صعود لليمين المتطرف ونعم هناك يعني لهجة لم تكن معهودة تظهر الآن في أوروبا وهذا حتى على الصعيد داخل الدول وهذا يؤثر على السياسات هذا الصحيح لكن لا أظن بأننا وصلنا إلى مرحلة تدفع إلى تنبؤ أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتفكك حتى الآن نتحدث عن حوالي إذا لم أكن مخطئا حوالي 211 عضو محسوبين على اليمين ما بين أقصى اليمين وما بين الأقل تطرف الموجودين في البرلمان الأوروبي بالانتخابات الأخيرة وحوالي 200 عضو لم يصلوا إلى النصف ولا حتى هم أقل من الثلث بفارق كبير وبالتالي هم مؤثرون لكن تأثيرهم لا يصل إلى مرحلة القول بأن هذا هو المزاج العام أو كل الرأي العام في أوروبا مع هذا التطرف هناك أحزاب أخرى والأحزاب الأخرى لديها جمهور واسع هناك ثقافة كبيرة لدى معظم الناس في أوروبا ويدركون بأن المشاكل التي يواجهونها ليست كلها بسبب الاتحاد الأوروبي ولا بسبب المهاجرين هناك مسألة أخرى وهو أن هناك أستاذ محمد أستاذ محمد أنت تريد أن تقول بأن هذه الأحزاب لم تستطيع إلى الآن تشكيل قاعدة بحيث يمكن من خلالها الخشية على وحدة وتماسك الاتحاد الأوروبي بالفعل لا تستطيع أو لا تشكل قاعدة إلى هذا الحجم أو بهذا المستوى بل على العكس الآن المدن الرئيسية في أوروبا نتحدث عن المدن وليس الدول المدن الرئيسية صوتت لصالح حتى اليسار حتى حزب المحافظين وهو حزب العمال في بريطانيا تحدث في مدينة لندن يتقدم أفضل من أي انتخابات سابقة واضح بمعنى أن حتى المدن الرئيسية والنخب لا تزال أو عادت لتتوجه إلى اليسار بشكل أو بآخر أنا أعلم بأن هذه النخب تأثيرها في الانتخابات محدود لأنه في الانتخابات كل الأصوات متساوية لكن مع ذلك اليمين المتطرف لم يصل إلى مرحلة أنه أصبح ذو كلمة وذو تأثير يمكن أن يصل بالاتحاد الأوروبي إلى الانهيار طيب أستاذ عيسى لأيوبي من باريس يعني في تداعيات نتائج الانتخابات هل يمكن أن تتحول أوروبا إلى بيئة طاردة للمهاجرين مع صعود اليمين المتطرف في سبعة بلدان أوروبية فرنسا إيطاليا بلجيكا السويد هولندا النمسا في الواقع كما قال الزميل العياش من لندن أننا نبالغ جدا كثيرا في تداعيتها على المهاجرين وعلى الأنظمة والقوانين السائدة في أوروبا أن ما حصل هو رسالة فقط تظهر أن هناك تململ من حالة الاتحاد الأوروبي والأوروبيون عموما بقياداتهم وبمؤسساتهم قادرون على استيعاب هذه الصدمة وبناء أوروبا حديثة فعلا تستطيع أن تلبط محاط شعوبها بشكل عام ومجتمعاتها واقتصادها وبنيتها عموما هناك مبالغة كثيرة في تأثيرها على وضع داخل كل بلد وعلى وضع المهاجرين والقوانين النازمة لوجودهم ومعيشتهم ليس من تغيير لا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ولا في قوانين النازمة لوجود المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي التغيير الذي يمكن أن يحصل هو في طريقة إدارة هذا الاتحاد الاقتصادية والسياسية لتكون أقرب إلى الشعوب منها إلى حكومات حاليا لذلك هذا هو الشعار الذي طرحه الذي طرحه اليمين الذي وصل إلى البرلمان الأوروبي ولم يتح الشعار طرد المهاجرين وغيرها حتى استغرب أن يتتم شيطنة مارين لوبين إلى هذا الحد عندما ننظر إلى خطابها السياسي هو الذي أوصلها إلى السلطة أو إلى البرلمان الأوروبي وقبلها وصلت ببعض المناطق في فرنسا إلى بلاديات لذلك لو كانت عندها هذه الحالة التطرفية المخيفة لا شك أن فرنسا وضح سيد عيسا يخافون على بلادهم لأن أي أزمة مع المهاجرين يأزمة داخل فرنسا اسمح لي أن أن أنتقل إلى الأستاذ حسين الوائلي وأسأل عن نقطة أخرى إلى أي مدى ستكون عليه العلاقات الأوروبية الأمريكية في ضوء تبني اليمين المتطرف لمواقف أكثر تصلبا من الأحزاب الاشتراكية ومن أحزاب اليمين المحافظ مثل الحزب المسيح الألماني بكل تأكيد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تخفي رغبتها تحديدا خصوصا في زيارة الرئيس أوباما بالأسبوع الماضي هنا كان في بروكسل تحديدا في انعقاد مجموعة السابع يعني الولايات المتحدة ولا حتى الأمريكية بقاء المؤسسات الأوروبية وتكوين مؤسسة قوية تحديدا خصوصا فيما يتعلق بالنسبة إلى حلف النيتو كذلك كل المؤسسات الأوروبية وهذه العلاقات الأمريكية الأوروبية هي قائمة أساسا على مؤسسات التحado الأوروبية وهو الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي هو من يفاوض تحديدا بالنياب عن الحكومات والبرلمانات الأخرى الأوروبية خصوصا فيما يتعلق في برنامج سويفت الاقتصادي يعني المتخصص بنقل المعلومات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المعلومات الأوروبية وهناك أيضا خصوصا فيما يتعلق بفضيحة الأخيرة بالنسبة إلى التجسس هذا القضية يعني أخذت البرلمان الأوروبي هو أخذ على عاتقه والإتحاد الأوروبي تحديدا هو من أخذت هذه المؤسسات هي من اتخذت على عاتقها المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوفدت يعني تقيبا برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بميالمر الألماني الجنسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحديث بالنيابة عن الشعوب الأوروبية وكذلك عن الحكومات الأوروبية إذن صعود الأحزاب اليمينية الأوروبية لا يؤثر على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد لا يؤثر ولكن هناك تخوف أمريكي من صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا طيب أستاذ محمد عايش من لندن وباختصار من فضلك ما هو الموقف من العلاقات مع روسيا والصين وكذلك مع الملف النووي الإيراني لا أظن بأن هناك أي تغيير في هذا المجال بالمطلق السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي يتم تشكيلها بطريقة بالغة التعقيد ولا يمكن أن يؤثر فيها هذه الأحزاب الصغيرة والتي ليس لديها برامج واضحة في السياسات الخارجية يعني بالمناسبة حتى المائتي عضو في البرلمان الأوروبي ليسوا متفقين على قضايا السياسة الخارجية هم متفقين على بعض الجزئيات الداخلية المتعلقة بالمهاجرين وبإصلاح الاتحاد الأوروبي أما ما يتعلق في إيران وروسيا والصين والولايات المتحدة وغير ذلك والعلاقات النفطية والعلاقات الاقتصادية ليس لديهم أي برامج أصلا في هذا المجال وبالتالي أظن بأن السياسة لن تتغير بالمطلق سواء مع الصين أو مع روسيا أو موقف من أزمة أوكرانيا أو أزمة إيران طيب في قضية الشرق الأوسط أستاذ عيسى أهل أيوبي في إنعكاسات النتائج على موقف أوروبا السياسي من الشرق الأوسط هل يمكن أن تتغير السياسات الدائمة للفلسطينيين باختصار أيضا من فضلك؟ بالتأكيد لن تتغير هذه السياسة بانتخابات برلمانية معروفة بالنتائج مسبقا والبرلمان الأوروبي لم يتدخل يوما ولم يكن فاعلا في قضايا رئيسية كبرى ليكن فاعلا اليوم مع ظهور هذه الحالة أو الظاهرة اليمينية متطرفة داخله ما يرسم سياسة الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط هو مصالح دوله إفراديا وجماعيا وهو عز الدول الشرق الأوسطية عموما والعربية على وجه الخصوص على فرض قراراتها أو على فرض رؤيتها على الاتحاد الأوروبي وثالثا هو دور الولايك المتحدة الأمريكية في تحديد ورسم كل سياسات العالم في الشرق الأوسط اليوم المواجهة قائمة مبايل الصين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط والأوروبيين عليهم أن يختاروا مبايل سياستين أو نزلتين للأزمة في الشرق الأوسط المفهوم الروسي والمفهوم الأمريكي أستاذ حسين الوائلي من بروكسل أعتذر منك أستاذ عيسى ليوبي لضيق الوقت إلى أي مدى ستتعاون إسرائيل مع نتائج هذه الانتخابات في ضوء حثها لليمين الأوروبي الصاعد على تجنب أحزاب النازية الجديدة في ثلاثين ثانية مفضلك بكل تأكيد بأنه حسب المعطيات المتوفرة هنا إسرائيل هي مرحبة بشكل كبير بهذا اليمين المتطرف لأن هذا اليمين المتطرف في برنامجه هو الحد من الهجرة والحد من قدوم الإسلام على الأراضي والنمو على الأراضي الأوروبية هذا ربما هو المعطى الأهم بالنسبة إلى إسرائيل وعلى الرغم من أن هناك معادات بأنه في جينات هذه الأحزاب هي معادات لسامية وأقصد بسامية بأنه معادات لليهود تحديدا في أوروبا وهذا متجذر أيضا من الأحزاب القومية القديمة التي ذكرتها بأنه هي أنازمة هناك ترحيب كبير جدا من قبل إسرائيل ولكن هذا الترحيب بشكل خفي شكرا أستاذ حسين الوائلي إذن مشاهدين الكرام في نهاية هذه الحلقة من شؤون الساعة والتي تناولنا فيها صعود الأحزاب اليمينية الأوروبية وتداعيتها السياسية والاقتصادية أشكر ضيوفي الكرام من باريس المحلل السياسي الأستاذ عيسى الأيوبي ومن لندن الأستاذ محمد عايش المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل الأستاذ حسين الوائلي ألتقيكم في الأسبوع القادم في موضوع جديد من شؤون الساعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر